أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ووجه الحبيب صلى الله عليه وسلم أنظارنا جميعا إلى أهمية التخلق بالأخلاق الحسنة وأن الخلق الحسن هو أقرب طريق إلى الجنة وأن الذي يبحث عن قرب المكانة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليه أن يحسن خلقه إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وحسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق من الأخلاق الحسنة الكريمة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها خلق الحياء الحياء معناه أن يبعد الإنسان نفسه تماما عن دائرة الريبة والشبهة الحياء معناه الخجل الحياء معناه ترك المعاصي والمحرمات هو تغير وانكسار يعتر الإنسان عند خوف ما يعاب عليه فإذا وجدت إنسانا يبتعد عن الريبة وعن مواطنها ويبتعد عن المعاصي فاعلم أن الحياء قد توفر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحياء هو عنوان الإسلام فيقول عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء الحياء هذا شعبة من شعب الإيمان فيقول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم والحياء شعبة من الإيمان من توفرت أو من توفر لديه الحياء ابتعد عن المعاصي والمحرمات ومن لم يتوفر فيه الحياء وقع في المعاصي والمحرمات النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا جميعا إلى أهمية البعد عن مواطن الريبة وعن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيقول عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء فقالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم الحياء ليس كلاما ليس مجرد كلمة أقولها أن الإنسان لديه حياء أو لا ولكن الأثر هو الذي يدل عليه السلوك الفعل هو الذي يدل على وجود الحياء من عدمه فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ليس الحياء مجرد الكلام وإنما الحياء وإنما الاستحياء من الله سبحانه وتعالى أن تحفظ الرأس وما وعه وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا من فعل ذلك فقد استحيأ من الله حق الحياء إن الحياء إذا توفر في الإنسان ابتعد عن الريبة ابتعد عن المعصية لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان قد يقع في الخطأ قد يقع في المعصية فكل ابن آدم خطاء وخير الخطأين التوابون يبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما وقع في خطأ فإن حياءه لا بد أن يظهر له أثر هذا الأثر هو أن يستر الإنسان على نفسه ما فعل قد يظن الإنسان أنه إذا أراد أن يتوب من الذنب فبعد الاستغفار والتوبة أن يخبر الناس أو أن يتحدث بما فعل قد يظن أن التوبة في ذلك فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن التوبة من أركانها ومن أساسها الحياء ومن أساس الحياء أن يستر الإنسان على نفسه وأن لا يجهر بما فعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاً كل الأمة يدركها العفو من الله سبحانه وتعالى لأن رحمته واسعت كل شيء إلا المجاهرين كل أمتي معافاً إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل ليلاً فيستره الله عز وجل فيصبح فيكشف سطر الله عليه ويقول يا فلان فعلت كذا وكذا إذن الحياء ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الحميدة مرد جميلة وأن يعفو عنا وأن يستر عيوبنا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته